سعيد بالترحيب بظيفنا سعيد الجزيري عضو مجلس نواب الشعب ورئيس حزب الرحمة سعيد مرحبا بيك على مواجده وانا فهم مرحبا بيك ومارك الله فيكم برشة أسئلة برشة تساؤلات برشة مواضيع مش نحاولو نتناولوها تباعا في هذا الحوار معاك اليوم اللي تخص خاصة حزب الرحمة وموقفه من مختلف المستجدات الوطنية وأيضا قراءتكم للواقع السياسي اليوم اتبعنا تصريحاتك ومواقفك في علاقة بقانون المالية لسنة 2020 وخاصة موقف حزب الرحمة من هذا القانون موقفكم أيضا من صندوق الزكاة وغيرها من النقاط اللي أثارت جدل كبير لحقيقة أنا في حد ذاتك أعلامي متابع لخطابك متابع لمواقفك قلت ماذا حدث لسعيد الجزيري حتى يعبر عن انفعال وغضب وقلق بمثل هذه الطريقة نستمع معاني هذا التسجيل لا السياحة ولا فلاحة معناهش ما فماهش يعني مدخول الدولة أو غير الضرائبي غائف جدا فماهش معناهش موارد مش ندخلوا مها وين البترول وين البترول احنا نعرفه التلاف الكرامة كان يسيح العاية على البترول ولا يسيح العاية على الزكاة تتلاف على شكون جاي تقرف الشعب يسي كفاكم والبترول والبترول مقلسكم طويل والبترول عناش ما عناش ميزانيا ميتة عناش ضرائق كان هذا تصريح لي كأثر جدل كبير في صفحات التواصل الاستماعي سعيد الجزيري عضو مجلس نواب الشعب ورئيس حزب الرحمة بعد المصادقة على قانون المالية لسنة 2020 برشة تأويلات اليوم فما يكون يقول حزب الرحمة وسعيد الجزيري يبحثوا على التموقع في المعارضة في المشهد البرلماني والسياسي المرتقب وفما ربما من يقول وانه اليوم فعلا خطورة الوضع هي لخلات سعيد الجزيري يطلق صيحة الفزع هذه بسم الله الرحمن الرحيم الواقع مر وآليم ببلادنا عندنا 2020 بش تبدأ في جنفي الزيادات بش تزيدكم كل شي بش تزيد خفة المواطن بش تقل أكثر ما يمكن هذا الواقع متاعنا اللي عمنا نشوفه إحنا نقوله الدولة إزما تلمد 47 مليار دينار هذه الميزانية بتاعها إزما تجمحها الأغلبية معتها هذه الميزانية مني بش تجيه 47 مليار إحنا عندنا في الـ 94 مليار قروضات دينار يعني إذا كان عندنا 94 مليار وعندنا الميزانية 47 منش يجيبوها 47 إذا كان ما خلصناش ديوننا فيش يجيبوهم الشعب أكثرية الميزانية في 89% من الميزانية جاي من الضرائب إذا كان كلها ضرائب الضرائب يعني على الشعب يعني بش يجيبوهم الشعب ثم بش نجيبوه الباقي من يعني من الاقتراض الدولي ثم كذلك بعض المدخيل الغير جبائية ضعيفة جدا الضرائب بش زي 9% يعني ماكفيش ضرائب إحنا الشعب التونسي نعرفه عمل الانتخابات أخيرة وغير الوجوه قالك فدينا وفقرنا نقولنا نعرف هذا الشي هل التونسي اليوم شبعان في كرشو هل التونسي اليوم عايش عيشة طيبة كريمة لا ما غيرت الوجوه إلا لأنه الوضع الاقتصادي رث ببلادنا مجمعين على هذه إذا كانت جيب لي المالية اليوم الميزانية اليوم ميزانية المالية اليوم بتاع البلادنا سلامام كوبيكولي بتاع 2019 مفهمة حتى اجتهاد مفهماش موقف قوي بش يخرج بلادنا من المأزق ومن عنق الزجاجة لعايشينه بل بش يزيد أتعس بل بش يزيدونا في الضرائب عندنا 9% من الضرائب بش تزيد 2020 إذا كل هذا المديونية بش تزيد احنا اليوم عندنا مديونية بتاع 2.60 مليار بش تولينها 70 مليار دينار يعني هالشي هذا بش يوصل التوانسة ونزيد أكثر من هذا الدعم التونسي للمنتوجات ومع تلعيشة المواطن بش يقلب 12% الدعم الدولة في المزوت بش ينخص بـ 25% يفهموا الكلام يعني هل هذا كل شك بش يدفعوا؟ هل سيد الشيفر سيد ريالي تيه ميزانية في 2019 قلنا كنا نقدر في الميزانية 40 مليار دينار عملنا ميزانية تكملية 43 مليار دينار وربي علم حال بني بجيبوها 3 مليارات دينار في 2020 يحبوا ميزانية بتاع 47 مليار يعني منين بش تجيبها من الشعب؟ كي باش بش تاخذها بالجباية؟ كي باش تعملها؟ ما عندناش موارد حقيقية ما عندناش موارد غير جبائية واقعية حقيقية باش تنخذ الشعب التونسي اليوم هذا اللي اللي ألمني أنا النواب الكلها تسيح وتعيت على الميزانية وهذا الشعب وفقرته الشعب والضرائب هم بعدش يقولولهم ايه نتعدوا للمصادقة مصادقين ولا الكلها تكرر إلا كعبتين وكعبت ساعتاش يقولوا لا مشا مصادقين علىها لابدوا حلول جذرية والأخي الكل لي صادق علاش يصادق لديس ديسمبر سياخر نهار متاع أجال دستورية والشعب يأكل يجعل المكلة عادي الموما عاش يصبح صحوا ملعاش مجايبين هنا علش ناقشو في الميزانية؟ إذا كان ناقش ميزانية وبش تعداه هتعداه وعلى الجاية نحنا معاكم فإذا وكأن الميزانية مش احنا نحطها وكأن الميزانية الجاية الميزانية التكملية اللي صارت زادة وجعة ياسر شوف الميزانية التكملية لسنة 2019 يعني النواب الكلها ناقشوها زادة ونقدها ومقبلها وكيف ياشو تزيدونها ثلاثة مليارات دينار مين جي والشعب وكذا في نهاية مطاف أي بس صادق ولا لا صارت بلبلة تكلم وزير المالية قال له ما اسمه لكن ما تصدقوش عليها فمش شهيري ديسمبر انتم اول الناس الشهير متاع جمعت البرلمان ما كومش باشتاخذها كرر تلعبات حبيت نتكلم هزيت صبعي وش نتكلم ما خلوكش تكلم مش قول تقولولهم انا شاريتي لو لانا حاها مش مشكلة مزين من هذا النوع ما تضر ناس وتضر الشعب التونسي انت حتى قانونا ممنوع عليك تزيد ثلاثة مليارات تزيد نص مليار كانت هلكت مليار وياسر تقولي ثلاثة مليارات اضافية ننجيبها رو يقولك ثلاثة مليارات رو ثلاثة مليارات دينار يعني فلوس خيالية ننجيبها ننجيب الشعب ننجيب الشعب يعني شفت الميزانية هذه ميزانية جبائية ما عندش حاجة اخرى يعني جانفي جانفي المزود بيش يزيد والمكلة بيش تزيد والحالة بيزيد تتعس اش حيني نعمل انا 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 عيت في ديسمبر باش في جانفي نقول يا شعب عيت ولا هل كنت على حق لما عيت ولا خاطب الشعب ش يقولك احنا حطيناكم ما كن فقرتون سعيد الجزيرة صحيح في التشجيل هذا اللي كنا نستمعوا لي فما نبرم فعالية نعم ومليش مش ندخل في اللواية في نهاية الامر لكن انا نحب نطرح مجموعة من التساؤلات السياسية اللي ربما تعبر على وجهة نظر المخالفة ليك اليوم نعم فما شكون يقولك انت فما ازديواجية في مواقفكم كحزب الرحمة وكسعيد الجزيرة من جهة اليوم تنقط في اطراف سياسية ريناك مثلا موقفك من اتلاف الكرامة وغيره من الاطراف السياسية ومسألة البترول والثروات الطبيعية ومن جهة اليوم لما حركة هذا واتلاف الكرامة صادقوا على مقترح احداث صندوق للزكاة انت جيت ضده يعني نجاوبك مش تناقض هذا فيك لا بالعكس بل العكس العكس هذا يدل على انه قلت للدولة كفاكم جيبايا كيف يحومت XLV يح voglio صندوق الزكاة يعني انcipe نعبوه صندوق الزكاة ماضلس شعب يزم الشعب نحيطون villain جهبائه من يداع في 38 % جهبائه وتزيد في الط muchísimo يعني كل مرة جبائة كل مرة ضريب يعني لم يتعملوا صندوق كان هناك ضريب صندوق الزكاة مش ضريب اليوم جيباري اختياري سعيد الجزيل انا جايك اختياري قولك هذا يركن من اركان الاسلام لدرجة وانور رضوان المسمودي رئيس مركز الاسلام والديمقراطية قولك عمري ما كنت نتصور من السلمين توانسة ضد انشاء صندوق الزكاة نجاوبك شوف الزكاة تكون او لا تكون الزكاة تكون او لا تكون والزكاة بما فرضها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم مش بالمنطق الجديد الزكاة نعرف الدولة تاخذها بالقوة ما فماش عنوة تاخذها قال نبي السلم اخذها بالقوة وليس لمحمد ولا لمحمد منها الشيء اول حاجة الساعة ثاني حاجة تاخذها بالقوة الدولة وما فماش ضرائب مش ضريبة وزيد زكاة وزيد اخي اخي ديش بش نعطوا احنا قد ديش بش نعطوا للدولة انا سألت تبيب قالي نعطي أنا 38% الجباية للدولة وتزيد تفرض علي زكاة أخرى وتزيد تعطيني جباية أخرى يا أخويا نحل الجباية ما هو الإسلام أحنا نحبه الإسلام ونمشه للإسلام خوذها بالقوة لكن زكاة ما فماش جباية وارفع يدك على الجباية أما إذا كان مش تحلي أبوابه الكل هات 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 ياسر إذا كان اليوم عندك 47 مليار وفم سوء حوكمة ونزيد نعطيك زوز مليارات أخرين باش نوصلك 49 مليار أنت ييدك مش أمينة إن خير من استأجرت القوي والأمين عندك 47 مليار دينار خزينة الدولة وين يسبيطاراتنا وين كأساتنا وين الفراستركتور ولادنا مشو يدوروا في عمدون فيراج يلقواها مات لأن الدولة مش لاهية وين الماء معناش مياه أسفاقص وتسمع فين أسفاقص المياه تقص على أسفاقص ليلا ونهارا وين 47 مليار نزيدك زوز مليارات أخرين أنت 47 ضياعتهم أنا مع الزكاة وأنا تجمع الزكاة لكن في أيدي أمينة هذه الحكومة لا من يحكمه لا علاش لأنك ما ثبت الناش أسمعني شوفت قالك نعمل صندوق للزكاة كان قريط القانون كم من هيئة ستحرصوا هذا الصندوق كم من هيئة كم من هيئة مش حوالي عشرة صحيح ولا غالط وكم من هيئة تحرص خزينة الدولة كم وزارة المالية كهوة على ما نحطوش العشرة يحرصوا أما أقوى زوز مليارات أل 47 يعوديش العشرة يحرصونا 47 مليار وما ضيعون نالي 47 مليار لو نحكو عزوز مليارات الأخرين لكن ما نجموش بهذا الموقف سعيد الجزيري فوتنا فرصة اليوم على الفقراء وعلى الناس المحتاجة وأنه نقولهم موارد وإحنا بلادنا اليوم في وضع اجتماعي صعب وصعب جدا 47 مليار هكذا يقول نوردين بحيري رايش كتبة في حركة النهر 47 مليار 47 مليار خرج منهم زوز مليار تحطم الفقراء والمساكين المحتاجين خرج لا يصبح من مليارات ونحطينهم نزيدك زوز مليارات أخرين في الإسلام غالط ممنوع ما نعطيكش أنت يدمش أمين ما نعطيها لكش أنت بكين تكون أمين وتأمننا على 47 تعالش عندنا نحن عندنا زوز مليارات تسمعني زوز مليارات حسب حسب الهيئة لمكافحة الفساد تقول الدولة زوز مليارات ضيعتهم سوء حوكمة يا همزز مليارات ضيعين احكم حكم رشيد وندا شوف عندنا الصفقات المالية المشبوهة شوف اليوم يعمل كياس غدا يخرب وش عاود يعمله مليارات ضاعة صفقات الترينات عشرين كتران جابوا أربع يخدموا الستاش بريمية لوح ما عنداش بنبقى عام فلوسنا مليارات ماشية ضاعة شعب نحب يأكل ما عندناش هو فقرني وجوعني وعطشني وجب ليش ماء ونزيدنا أعطيه صندوق آخر ونزيدنا أعطيه زكاة لا الأغنياء ببلادنا يوزعون زكاة أموالهم للفقراء وهذه رحمة المواطن بالمواطن وإحنا نعرف أن الحكومة لا ترحم فش نقول أنا دعوا العبادة يرحموا بعضهم والبعض الآخر وخلي الدولة ساعة أمننا ساعة شوية 47 مليار سمعني سيد البحيري قول فوتنا على الفقراء زوزميليارات يا سيد البحيري 47 مليار ضياعة على الشعب تبكين على زوزميليارات ومنين بيجيبها زوزميليارات منلحطو مبخرلو زيد نجد المواطن وزيد نحيلو تعش نقصنا احنا في تونس يبايعونا في جرودنا ما بقى حد شيء اخذوه 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 الشعب فقر الشعب فقر والشعب تشوفه اختيش بشي في جانفي اول جانفي كلامي يتو ترجعوا عليه طو الشعب يخرج ويتكلم ويقول لك شبيه شبيه زياد ما نقولنا لكم الميزانية نحضروكم فهم تعالفين وعشرين راهي بش تضغط على الفقير مسكين نعطيك حاجة السيد السيد اللي حضر البرنامج بتاع الزكاة مضوع قانون الزكاة هو يقول يقول نظرا ارجعوا الكلام يقول نظرا ان هذه الميزانية تعالفين وعشرين لم تعتني بالفقير ولا بالمسكين ولا بالمحتاج ولا بالأيتام لذلك قرر اول مرة تعلنها يا والدعامي وتقول لي الدولة صارت تستنى في الزكاة بش تقوموا على البلاد صاروا اذا كمنا عطوا مش الزكاة يعني الفقير والمسكين بمعنى سعيد الجزيل اليوم موضوع الزكاة وطرحه في هذا التوقيت بذات هو قضية حق وريد بها باطل تهميش تهميش للميزانية اليوم نهمش اليوم قاعدين ضيعنا حكاية تهميش أم تعويم لا تهميش القضية تهميش قضية الميزانية 47 مليار رأي السوم الكبيرة رأي ميزانية الدولة يعني هذي معاش تتوكل ومعاش تتعندها الفقراء يزمسوز مليارات للفقير والمسكين سعيد الجزيري رئيس حزب الرحمة وعضو مجلس نواب الشعب نعم نعم فهمت موقفك سعيد الجزيري لكن اللي ما فهمتوش هو تصريحك لما قلت وانه نعتوني بالصهيوني وعدو الله بسبب رفضي لمقترح صندوق الزكاة وكأنك تحب تلعب دور الضحية وتبحث عن مظلومية ما سعيد الجزيري لا لا تدخل في الانترنت فهم صفحات مختصة ممولة من جهات من أحزاب كبيرة وقاعدة تخدم في الخدمة هذه شنيني الخدمة تخدم فيها أقرأ عدو الله مجرم صهيوني معتا في الأصل في الأصل أنا أعطيت رأي نجمش تكون أرالي مواطنين عاديين هدوما أنا إذا كان نسمع أنا كمسؤول على حزب وعندي أنصاري بش يتهموا جهة ما بالكفر وبالصهيون وكذا من يندخل ونعمل عنا نقول لا راه إنسان أعطاه رايو ويمكن أصاب ويمكن أخطأ دون تكفير الناس لأن إذا كان مشينا في السياسة الكفر مش تولي مصيبة ببلادنا شكوني كفر فيك اليوم سعيد الجزيري صفحات قائمة على هذا الشي وتشهر بالعبد من يقف وراء هذه الصفحات من يقف الدولة في الأصل وعند مخابرات إذا ما تقف وراء هذه القضية وتطلع شكوني أنا مش نعمل أنا نشوفه فيه في الانترنت يعني الدولة تعمل حكم تفتيش في الانترنت مش حكم اليوم نرجع العام ماركة اليوم موجودة موجودة نعني المخابرات تعرف شكوني يقوم على هذه لسيتة انترنت موجودة هذه كان مخابرات أنا متعرفش هذا الشي لماذا توجه صبع الاتهام سعيد الجزير نوجه الصبع الاتهام مما لا شك فيه للي يقدم المشروع متع صدق الزكاة وقتل يقتلوا لا معتل الأنصار يتهموا كفر ونفاق وزندق ومنع شنو في بالك بهذه الطريقة هل نتراجع على الحق لا أنا حاجة واحدة نقول كافاكم جمع أموال من هذا الشعب الشعب جايبش يكن مش جايبش تفقروه هات 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 ما قولوش ها مش وكأنك تشري في الشبوك مع حركة نهضة واتلاف الكرامة مش مشيش الشبوك أنا في طار عركة سياسية لا أكثر ولا أقل لا أنا أقولك حاجة أخرى أنت أنت هزكاتك أنا ماني قلت لا أنت هزكاتك وحكرة تفلق بعضة وما بينات تهزة أنت ما بينات الحق تهزة قول الحق جايبك من بعد لا ما جايبك من بعد جايبني تونس لا لا مش موضوعنا ما فماش واحد يعملها أنا تكلمت بليساني حالك أنت ما تعملهاش وأنا ما نعملهاش والمواطن ما نعملهاش وأنا نسل حاجة واحدة خلينا السيدة اللي قدم المشروع هات عنده تبركرة ما شاء الله شركاته رب يزيده هزكاتك وحطها في القباض شكونوا سيد هذا من تابعة كتلة النهضة من عش الأسماء من تابعة كتلة النهضة يعني وتحدث في هذا الحديث أنت أخويا أنا معاك أنا قتلك لا أنا مش مقتنع بالموضوع وانت مقتنع هز زكاتك وحطها في القباض وقالشنا ومش نعمل بها الدولة حت حاد ما يقول لك لا ماذا بينا احنا يا أخويا أنصار النهضة الكل والذوما اللي عاملين لها الحالة وزيدما هزوا زكوات أموالكم وحطوها عند الدولة وبينوا للتوانس اللي حطيتوا أموالكم وزكواتكم في الدولة مش كال فايدة في الكلام وعملوا وحد حاد ما يقول لكم لا احنا نفرحوا نصف قولهم لكن احنا كشعب ونقول لك لا كفاكم ضرائب على الشعب حاجة أخر احنا في الإسلام من طبع الإسلام احنا ولا ما عندناش الضرائب عندنا الزكاة حط الزكاة عند الزكاة نعم حط الزكاة وفرضها وخوذها بالقوة كما قال عليه الصلاة والسلام وسماها الزكاة أما أنت تقول لي ماهيش واجب رك تحكي على صندوق فانسيس فانسيس هذه الفكرة فكرة ابن علي أما الإسلام مش هذا الإسلام الإسلام الزكاة وتعطى بالقوة يعني النهضة من خلال هذا المقترح في تقديرك تحب ترجعنا لصندوق ستة وعشين ستة وعشين هذا صندوق ستة وعشين ستة وعشين بابلش أكفيه مش قول النهضة الحكومة يعني إذا كان الحكومة مش تقوم عليها لكن فما جهة سياسية تقدمت جهة سياسية يعني الفكرة فكرة ابن علي ستة وعشين ستة وعشين اللي اليوم تشوفت الزكاة احنا عندنا واجبة أنا نجي في حاجة من رأسي الزكاة واجبة ولا مش واجبة كيفاش تقولي نعمل لنا الصندوق اختياري مكش تحكي على الوجوب مكش تحكي على الزكاة والزكاة تأخذها الدولة عنوة لكن فأنا حالة الزكاة تأخذها الدولة لما ما فهمش ضرائب أما تعملي ضرائب مشطة والسنها تزيدني 9% في الضرائب وزيد تقولي هات عندكم شاموال أخرى زيدواته يعني شا حاب يقول لنا اللي عندكم وراكم وقدامكم حطوه باسم الإسلام وباسم غير الإسلام سعيدة الجزيرة عضو مجلس نواب الشعب ورئيس حزب الرحمة ما زلنا مواصلين حوارنا معك بعد الفصل رستي برانشي سور ديوانة 31 دقيقة مستمعي ديوانة فمرحبا بكم من جديد ما زلنا مواصلين حوارنا في الجزء الثاني والأخير اليوم من برنامج هنا تونس مع ضيفنا عضو مجلس نواب الشعب ورئيس حزب الرحمة الأستاذ سعيد الجزيرين جد وترحبنا بك من جديد مرحبا سعيد مرحبا بكم ذكر المستمعين والمستمعات كل عادة بوسائل التواصل والتفاعل صفحة الفيسبوك ديوانة فام لتجمو تخليوا فيها كل التفاعلات والأراء والمقترحات إذن تجمو تابعونا في المباشر بالصوت والصورة عبر لايف ستريمينج على صفحة الفيسبوك كما تنجمو تابعونا زاد على سيت ويب ديوانة فام بوانات اللي تقعوا فيه آخر الأخبار وجميع تسجيلات برمجنا كنا نحكي وعلى الجدل اللي أثاروا موقفكم سعيد الجزيري كعضو بمجلس نواب الشعب وكحزب الرحمة أيضا في علاقة بقانون المالية وخاصة في علاقة بالمقترحة المتعلقة بإحداث صندوق للزكاة بعض القراءات مشيت لاعتبار هذا الموقف وأنه اليوم عاركة داخل الفضاء الديني داخل ما يسمى بالإسلام السياسي بين حزب الرحمة اللي اليوم أصبح يعمل ضجة في البلاد أصبح رقم في المعادلة السياسية واليوم فما حتى شكوني شبهكم بحزب النور السلفي والأدوار اللي عبها هذا الحزب في مصر وفما شكوني راه في هذا السياق وأنه أنتم اليوم قاعدين تصفيوا في حسابات مع أطراف منافسة لكم في نفس المجال في نفس الفضاء اللي هما أساسا آتلاف الكرامة وحزب حركة النهضة اللي قال عليكم أمين العامل المستقيل وزميلك عضو مجلس نواب الشعب عن حركة النهضة زياد العذاري وأنه اللي تعمل فيه هو مجرد فولكلور ولهذا هو احتج على دعوتكم من قبل رئيس الحكومة المكلف حبيب الجملي اليوم وكأنك بصدت تصفية حسابات سياسية لمحاولة التموقع داخل هذه العائلة الفكرية والسياسية سعيد الشزيرة هكذا يرى البعض نعم احنا يعني في تونس الأسف وكأن لابد أنك توافق ولت عن فولكلور مغل شك ديما الخصم السياسي مستحيل يا مدحك مستحيل يا قبلك لكن احنا نتركه الحكم للشعب الشعب الحمد لله اليوم يعرف أرائي منذ سنوات وانتخبني وقدمني للبرلمان التونسي فأنا ندفع الناس اللي نتخبطه لابدنا نتكلم باسم هؤلاء هؤلاء يحبوا ندفعوا على ممتلكات الدولة ندفعوا على الميزانية ندفعوا على الشعب كافاكم جيباية لهذا الشعب الكلمة سهلة حاجة بسيطة يا سي خلينا ما الكلام المقاوق لو تحكيلي على الزكاة لو كنت فقية عمرك ما تسميه صندوق الزكاة لو ما تسميه صندوق الزكاة طيحت من قيمة الزكاة احنا معناش صندوق الزكاة اقرأ كتب الفقه الكل من اول للاخر يسموه نظام الزكاة نظام السياسي واقتصادي قوي في الزكاة موش صندوق لما تقول لي صندوق كاينك دار ماشي للجامحات صندوق تلمت في الفلوس هذي خلينا منها هذي ما نحبوهاش هذي نظام الزكاة نظام شرعي دخله لكن نحي الجيباية على الناس واحنا ننادوا بهذا الشي ما ده بينا اماش تعملي جيباية وتزيدني فيها تسعة في المياه وتزيد حط لي صندوق آخر تزيد تلمت مني الفلوس وتسميه باسم الدين انا اقول لك اقف لانك ما جبتش الزكاة جبت وفنسيس وفنسيس والفرق ما بين الفنسيس هذا وفنسيس اللي فات هذي عنده لحية واظه ما عندهش لحية صدقني هذا هو انا 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 المواطنين في اول جانفي لما بيش زيد الزيادات والمزود بيش يزيد وماكنتكم مش تزيد والعشرين دينامي عجيبك حتى شايكة قدام بالبوم دي سانس وقتها تنقلوا لكم تزيدوهم هالناس هذومة تزيدوا تعاملوهم صندوق آخر كانك علينا عاملوا حتى عشر صندوق انا نقول الكلمة بشي حاسبني علىها ربنا راخ كفاكم جيباي نحن مع الزكاة ودعوا الغني يعطيها للفقير بمعرفته ولا تدخل الدولة لانها ليست امينة الى حد الان ضيعتنا ميزانية كبيرة وميزانية اخرى بش مايش ماشي فيها ماكينها فعننا اشكال سبعة اليوم ادفعنا 43 مليار دينار الاسكانير ما عدناش في الشمال الغربي بكله زيننا عطيك زكاة انا انت مكش امين اننا خير ما نستأجر القوي الامين اليوم هيدي مرتعشة والامان ضايع فما زيدكش انا صندوق آخر سمحني وحنا مش مش قضية فولكلور اليوم جلبنا الراي العام تعرش علي عندي افكار جديدة ما ليش جاي كوبي كولي لو كان عندي كوبي كولي انا واحد من الناس مني معاك علشو عامل في حزب لا عندي افكار جديدة وانا ما نسبش الناس وانا نقولك نخالفك الراي ما نسبكش ما نكفركش في النهضة منك تعتبره سبان سعيد الجزيري الانصار يهزر مشكلة الاعتباع اللي تشوفين في الانترنت العباد ما تقولش مثال اختلفنا في الراي مسعيد الجزيري جاب بفكر جديد ديما ليغير يقلق يتوافق يا انت منافق فيا هذي هذي لا انا ما نوافقكش وانا عنا في الاسلام وعلمنا وقدبنا الاسلام وانك لعلى خلق عظيم وانا حاج اخر من اجتهد واصاب فله اجران ومن اجتهد ولم يسبب فله اجر واحد على ما ناخذاش من قبيل الاجتهاد انصار النهضة واتلاف الكرامة اليوم مسعيد الجزيري يشبه حزب الرحمة في جزء منه على الاقل هذا الخطاب بالسائد في بعض صفحات توصل الاجتماعي حتى على قياد يشبهكم بالادوار القذرة بين ذفرين سامحني في العبارة اللي لعبها حزب النور السلفي في مصر مع نظام السيسي واليوم يقول لك راك انت بهذا الخط السياسي سعيد الجزيري رقعت تتقاطع مع الثورة المضادة رقعت تتقاطع مع عبير موسي حسب رأي هؤلاء طبعا نعم هو في الاصل هك انت قريت ان هناك هجومات الناس كلها شافتها وانت بيجد هكذا كارتها تأتو هذي هو الحاجة وانا ما عملتش هجوم على أنا نقول انتقادات ما نقول انتقادات في الاصل حتى أنا لا انتقادات مش بالسب والشت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما بعدت الشتام ولا نمام هذي أخلاق سيدنا عليه الصلاة والسلام أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاق هذا قدبنا الإسلام ويقول لي هذه الأدات إن مباعدت ليتمم مما كارم الأخلاق حديث كثير خلينا في الموضوع هذا اللي انت احنا نذكروه في هذا الشي جماعة اللي معتل جماعة لما أنا خالفك في فكر خالفك في فكر ما تنجمش انت يعني تتهمني تقول لي حزب النور حزب النور ما عمل حزب النور بشي وافق السلطة بش تقتل الشعب احنا نقولولك يا حكومة ارف عيدك على الشعب ونقصي من الضرائب وميزانية هذه تفكر الشعب احنا ضدها هل قلوا تخدموا فاجهون ده تجنبية هل مشكون حتى يجيك على التباتكم بقوة خليجية وازنة هل يجيك بش نرجع وتقول للنقطة الثانية خلينا النقطة الأولى الساعة النقطة الأولى يعني في الموقف الرئيسي اللي يعرفون ناس كل حزب النور اشنوال اشنوال اشكال متاعه ساند الحكومة لقتل الشعب صحيح ساند سلطة انقلابية بالضبط ساند سلطة انقلابية وساند الحاكم لقتل الشعب احنا نعكس احنا ننادي الحكومة ان ترعف بشعبها وان لا تجوع شعبها وان تضع المال في اياد امينة هذه كلنا يعني يتغير وخلاف تماما مع حزب النور اول حاجة ثاني حاجة اذا نحاها حزب النور على جهة خلنمشيوا لحكاية الاتهامات باتصالات بجهة الغرب وبجهة خارجية من تونس احنا عندنا في الاصل مخابرات على نتاق واسع وقوية جدا وعندها خبرة قوية جدا لو فهم اي حاجة مرحبا يا خلا موالكي تدخل لابد تدخل عن طريق واضحة لابد اتصالات يعني اليوم بلادنا راي تحت رقابة صارمة واللي عنده حاجة خلينا متهم الباطلة خلي متهم الباطلة شكوني مول فيكم سعيد اليوم اليوم وانتي على ذمتك اذاعة اليوم تستعمل فيها كذراع عالمية لتمرير خطابك وافكارك واراءك وموقفك وهي اللي ساهمت في سعودك للبرلمان حزبكم منين تمويلاته طيب ممتاز علاش لما تقول ان اذاعتنا هي عانتنا على ان نصعد علاش مش العلام الكل ساهمة في صعود فكر جديد لبلادنا علاش سياسة الاقصاع احنا علامنا اليوم يستهل حتى العلام رابش يتفقر الشعب علاش لان العلام لا يجيبك ولا يشجعك وانهار تاخذ طريق اخر يقولك وعليش خذيتوا الطريقة ذاك يعني نحكمه على السيد ميزماش يصعد ونهار يصعد وعليش يصعد اللي يصعد ببرويتة ولا يجب ببرويتة واللي يصعد بذاعة ولا يجب تذاعة موحلوا انتم اللي بيبان للناس كل تعفلوا وكان جبتوا ناس كل قبل الانتخابات وفي الحاملة الانتخابية وجبتوا الشيخ الجزيري يعبر على أفكاره الشعب يختار من يشاه لكن انتم تعملوا عملية اقصاء بصفة عامة يعني مش على اللي ذاع عن تاعكم صفة عامة عملية الاقصاء اللي انا ما جبنيش لإعلام ولما نلقى خط علاش خديت الخط هذا مش علاش خديت الخط سمحني مش علاش خديت الخط هذا فلوسكم ممنين تمويلاتكم ممنين سمحني عاد الافكار وصلت الى الناس طيب تقولي الاموال والتمويل احنا اليوم مو سهل بش تعمل إذاعة اليوم ره مليارات بش تعمل إذاعة او شو جاوبك اليوم إذاعة القرآن الكريم ما عندناش فيها خدام أنا نخدم واحدين نجري لونها ما عندناش السكرتير اللي تحكي عليه هنت وعشرة خدامة وخمستاشن خدام ما عندناش ايجا لذاعة تقول الكريم أنا مش في لذاعة الآن مسكرة بتلقى حتى حد جود المقل هني نجري ونتيح ونقف مشيت نبث على جبل زغوان جبل زغوان كريم الأرض بربعة ملايين ونص ما عديش خمسمائة مليونة كل شهر نتفح قولوا الناس إذا كانت تقولين بث غير قانوني أنا حكيت لك المرة فارطة وإذا كان أنتم كعالميين المخ واقف تستاهلوا يعملو لكم مش صندوق زكاة تستاهلوا يعملو لكم عشرة صادرين نحكي لك خطر ما فهمتها لكش أنا مش قانوني ما نحبش يسير لي نفس اللي صار معاني نعاود بسلك سواء رأى وانا منشترف هذا الحوار نطرح في أسئلتي بشكل يهني في كنف الاحترام المتبادل بش تتقلق ملأسي لو تنزعج مش تتقلق ملأسي أنا المرة فارطة عملت معك اللقاء وسألتني السؤال نفسه وجاوبتك عندي حكام قضائية فالأصلا ش تقول أنت بش تنور الرأي العام أنتم عندكم حكام قضائية نهائية وباتة وقاعدين تبثوا في كنف القانون اللي هايكا محبش تعطيكم الترغيص هذا الكلام المعقول مش كلام المعقول تبث غير قانوني تبث غير قانوني هذا سؤال مشروع يطرحوه المنتقدين حزب الرحمة حزب الرحمة لحد الآن في الساعة وعدي وشكون يحلها رئيس القائمة حساب المالي للحزب قد اش فيه حساب المال للحزب وش فيه مصادر تمويلاتكم حوالي في العشرة ملايين اثناش مليون هذا متاع الحزب متاع حزب الرح مكاو فقط فقط ما عنيش باليرات رح مش عاملين الضجة بافكارنا مش فايدة في الفلوس المخ فايدة في المخ فايدة تبكي على هذا الشعب انا تعرف على شن وقوتي فانا وقوتي انا نعرف انا مش نقف دام ربي بش يسئن على هذا الشعب انا نقولها انا نقولها في إذاعاتكم وقلتها في الإذاعات ليغضب الجن والإنس والأولون والآخرون المهم حاجة واحدة يرضى علينا ربي انا الرضي ربي عليه انا ربي بش يسئن يقولي الناس هذومة 47 مليار ضيعة تزيدوا مزوز مليارات لا لو هما امناء مش ياخدوا الزكاة جرودنا نعطوها لهم اليوم ما امنوش شمعته مش امناء تصرفوا 43 مليار هذه السنة 2019 الشمال الغربي كله ما عندوش سكانير اليوم عايتلي واحد البارع في الهيمة هذه واحد مشال السبيطار ما لقاش الماشين من سبيطار سبيطار زو سبيطارات ما عندو مش الماشين فمات سايتلو سكتك قلبيا مات ما نجموش يدركوه مات واضح ونماش الفلوس من أنصار اتلاف الكرامة اللي انتقدوا فيك سعيد الجزيري يقولك بهذه المواقف وهذا الخط السياسي انت قاعد تتقاطع مع عابير موسي ومع الثورة المضادة طيب فيما حاجة شوف عابير موسي اخذت ألف قرار ألف قرار القرارات اللي ما اخذتها الأغلبية احنا ضدها مثال بسيط وقت اللي ما حبتش تقدي اليمين وقفنا الكل وأنا الأول بزيتنا عايد في المجلس لابد تحترم القانون في الوسائل العلم الكل تعمل في عمال شوشرة وقاعدة تشوش على البرلمان وفي الأصل تكون أكثر رصانة وإذا ما تخدم على المصلحة الوطنية وما تنساش يتمثل حزب عذب التوانسة وأنا منهم تعذبت إذن من تقبلوهش لكن لما تقول اليوم كفاكم جباية أنا نقول كفاكم جباية ما لش نقول هي تقول كفاكم جباية وأنا نقول لا زيد على المواطنين جباية باش تقف ضد عابير موسي أنا اللي يقف مع الشعب يعني انت موضوعين اليوم تتقاتع مع عابير موسي موش موش أنا أقولت لك ما نعاود لك في أفهم أفكار وقت ليت دافع على الشعب أنا بش تلقاني دافع على الشعب إذا كانت دافع على مصيحاتها الشخصية وتعملي الضوضة والضجة في البرلمان بش تبقاني ضدها إذن فما مواقع مشكنهية برشا مثال برشا معتها حزاب كذلك تقولك مثال معتها كثير من نواب الشعب إدافوا على هذا على الشعب يقف معاه مش قضية تشوف نعطيك حاجة يعني عابير موسي وإلا النهضة وإلا أي واحد قالوا نحبه نقرؤ فاتحة نقرؤ فاتحة نشيد الوطني بش نعمل لجنة نعمل لجنة توافقية لجنة بش تحقق في الشهدان بتاع عامدون وافقت معه والنهضة جابت الفكرة وماذا عن موقفها من موضوع شبكات التسفير إلى أبو آر التوتر أنت مع نفس الطلب بفتح هذا الملف لابد نفتح الملف إذا كان شوف ملفاتنا ولادنا من إضاعت ولادنا تعذبت ولادنا ماتوا لعبوا بهم لعبة في سوريا وفي غيرها لابد تفتح تحقيق بش معاش تصير مرة ثانية حزب الرحمة يطالب رسميا بفتح تحقيق في علاقة بشبكات التسفير بشبكات الإرهاب والتسفير وكل ما يضرب بشبابنا ما لا ياخي بلادنا خليش معتها مرتع لكل الإنسان جيت هزلي ولدي أنا من داري أنا كم من عائلة هذا مش نكأ في الجراح لا مش حكية نكأ في الجراح محاولة ربما لوضع خصم سياسي في الزاوية وحشره في الزاوية حتى لا يتكرر الخطاء لأن فيما خطاء اليوم صارت هاي صارت الحرب في سوريا هوا ماتت ناس ولا لا التوانسة ماتوا فما الناس تبكي على ولادة ما تعرش لحطوا في الحمس لا شدوا لا ماتوا لا يعرفوش عليهم حتى أخبر هل معقول هذا الشي؟ هل معقول هذا الشي نوصلولو؟ نحبوا تتكرر اليوم صارت في سوريا قدوا سير في العراق قدوا سير من عشوين في أي منطقة التوانسة ضربتين هزينهم يزجوا بيهم في المكان الأول صارت في أفغرستان صارت في العراق سياسية من نجموش نخرج منها الملف هذين أولادنا ونرجع لنفس الولاد أولادنا وشعبنا واتهامات واتهامات متبادلة سعيد الجزير هكذا يرى البعض ما نتهموش خلينا ما نتهموش تهم جزافا مش أنا وانت ما نتهموش تهم جزافا ما نتهموش تهموش تهم جزافا هو الذي يبحث القاضي يقول فلان أو فلان أو علان أنا ما ندخلش ماذا عن البرلمان خلينا على المستوى البرلماني بماذا يطالب حزب الرحمة في علاقة بهذا الملف الملف أي ملف التسفير إلى بوار التوتر وشبكات الأرهاب إذا كان يتعدى مشروع قانون باش نصادقوا عليه على أنه لا بد تصير تحقيق وتصير لجنة في التحقيق أنا موافق أما مش نتهمو أنا ضد الاتهام أنا في البرلمان لو كان واحد يصبح يقول هذو رهبيين هذا باطل وقالت وعملت عبير موسي من الأقبل وبدت تعمل في اللعب هذه هاهم مدينين هاهم عشنا أخوانجية شاطرها الرأي لأنه تصفح نهضويين بالدواعش لا لا لي خطأ هذا وضع التهور هذا التهور يصير تحقيق ماهيش قاضية هي هي ماهيش قاضية وما عنداش الملف أما أنا نتهم وكنت تتهمني لا خلينا نكونوا موضوعيين وعقلانيين فما خطأ صار في البلاد فما ناس بكاء ولادهم وفما ناس ما بكاتش أولادها اللي بكاء ولده يحب يعرف تحقيق شكون هزلي ولدي شكون أعمال دمغجة الولدي شكون هزو الولدي الغادي باش ما تسيرش مرة أخرى مرة هذه ما صرتش الولدي مرة جاي تسير الولدي فأنا نطالب تحقيق وكلنا نطالبوا بتحقيق لكن ما غير ما نتهمه الناس وحتى واحد ما نيجي ميتهم حزب كامل حتى وكي يصير خطأ دي ما عمره ما يصير خطأ على الحزب بستحيل ربما يصير فرض ربما يصير جهة ربما يصير خارج وكم من توقعات في حزب وطلعت مش حزب ربما جهات أجنبية ربما أيادة خفية فلابد أن نعرف كل ما يحدث في بلادنا هذا معمول به في العالم الكل مش كاف في تونس واضح اليوم سعيد الجزيري عضو مجلس نواب الشعب ورئيس حزب الرحمة فما برشا جدل برشا كلامي تقال في علاقة بأداء البرلمان ومجلس نواب الشعب في انطلاقته رينا برشا مشاهد الحقيقة ما استحسنهاش التوانسة في عديد الجلسات العامة في هوامش أعمال البرلمان من يتحمل مسؤولية كل ما حصل اليوم هناك من يرى وأنه فما مشكل حقيقي على مستوى إدارة هذه المؤسسة وتحديدا على مستوى رئاسة مجلس نواب الشعب وليوم فما حديث حتى في تقارير أعلامية على مساعي سياسية اليوم لتغيير رئيس البرلمان الأستاذ راشد الغنوشي هاكم وصلت لي وصلنا لأحنا من أول نهار احنا من أول نهار قلنا مع كل احتراماتنا لنضال السيد والشيخ راشد الغنوشي في التاريخ المتعام وما قدمه لكن في نفس الوقت اليوم اخذينا تجربة من السيد رئيس الدولة الراحل رحمه الله كيفاش يعني أدار البلاد الإنسان اللي ما عندوش الكفاءات الكاملة لم يوصل ثمانين سنة طوله مشكلة فالشعب نحطه شوية ناس عندها شوية قوة هذا اليوم السيد راشد الغنوشي في كل الجلسات يتغيب يحذر شوية ساعة ساعتين يعمل مجوده يعني يعمل بيعطاه ربي ثم بعد ذلك هيك المسؤولية الغيره اليوم فم تسيب مسأيبة ياسر للأمور في البرلمان اللي عايته عايت وليسي حسيح ولي يضرب البونية وعبط من يقصك البونية بمعنى الأستاذ راشد الغنوشي غير قادرة على المسك بزمام الأمور في البرلمان اليوم اليوم فما انفلات انشطوا متشوفوا فما انفلات شكو المسؤول عليه أنا الرئيس بشي أنا مسؤول عليه الرئيس مسؤول عليه وكل ما يصير انفلات الرئيس مش موجود لانه فما شكون يقولك هذا متعمد ومبرمش المشكل مش في شخص راشد الغنوشي اللي هو رئيس منتخب وشرعي للبرلمان هو كمسؤول كرئيس لنواب الشعب إذا كان مؤسس رئيسها ما يتحملش المسؤولين ما لقلش يتحمل الناس اليوين هو يتحمل هذا الانسيات وهذا الانفلات يزم يلقى حلول ما هو المسؤول يلقى حلول أنا كنواب أما هو كيلقى حلول المشكل في طريقة إدارته للمجلس ولا فما مشكل على مستوى مقدرته الصحية وكفاءة موش حاضر أنا قتلك نعاود هو مش حاضر في كل انفلات مش حاضر ربما لو كان حاضر ربما الناس تحترم ذات شايبة يمكن يعني مش حاضر مناش مش نعطيه ونعطر علش يتغيب هل هو غيب مبرر وإلا هو يتهرب من المواجهة ما عندناش المعلومة الحق تي عضو في البرلمان اليوم أنا عضو في البرلمان السيد تبيني نقض النقطة هذه وقدام الناس كله قال له مش به دي ما مش حاضر وش به دي ما يتغيب وفين جيب المشكة هزروح ويمشي فقالت له رئيس قالت له لا عنده مهام أخرى وعنده مهام أخرى إذا كان عنده مهام أخرى وعنده جلسة عامة وفي كل جلسة عامة ما يحضرش المهام الأخرى شنيني الأهم من هذا الشيء نجمو نوصله على هذا النسق مدة خمس سنوات شوف اسماني احنا شفت لي صاير في البرلمان صاير في الشعب تقول لي تلوم شكون لوم الشعب كيف 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 ما تكونوا ولا عليكم يعني هو الشعب ذاك هو الشعب التونسي مزلنا موصرناش درجة من الرقي أننا نختلفوا ونتخالف ولا نتخصب ولا نتشاجر ويحترموا بعض من البعض يزلنا نوصلولها الدرجة هذه هذه الديمقراطية ما يعطيه القدوة في البرلمان للشعب سيسعي ما نفهمتك الشعب من نواب الشعب من البرلمان تسكت أنا أعطيك مثال البعض وصف بعض صلوكاتك في البرلمان بالتهريس سمحني في العبارة وقنت لك نعود لك أنا بتهرينا الساك جاب ربي ساكت هل نعطيك مثال تخلنا في المجلس البرلمان للشعب المرة الأخيرة مع احتراماتنا لكل النواب السيد نوردين البحيري يأخذ الكلمة 3 مرات وأنا مخذيت ولا كلمة وعيته الصحة لأنك ماكش منتظم في كتلة بالشوية عاد خلينا نروح وشده دارنا كمشا ماكش قاعد ينعمل بتكلمش وما تساركش وما تدخلش وما تنقضش وما تقولش أنا مخالف مرش قاعد ينعملوا مرش قاعد ينعملوا في عوضة عملون 2217 عملوا 2216 ونقصون وتربحوا شهرية وتحطها في صندوق الزكاة طيب سعيد الجزيرة اليوم لو يكون فما تمشي وتوجه داخل البرلمان لتغيير رئيس المجلس أنتم مع هذه الفكرة مش قاعدت مع هذه الفكرة تو صار صار لا أنا ضد الفكرة هذه لأن اليوم أحدثنا رئيس خلينا من لعب وتولي تلاعب شد مكان وشد مكان وحاجة واحدة يجتهد أكثر هل صحيح فما مساعي في كوريس البرلمان من قبل بعض الأطراف السياسية تدفع نحو هذا التوجه؟ لا ما سمعتش موسطناش هذه الأخبار وهذه الأنباء ربما الواقع لا ما هو الشغل شاغل من النواب الشعب علاقتكم برئيس الحكومة المكلف شني حولها سيسعيد يبدو بعد تصريح زياد العذاري واعتباره أنه علاقتكم ودعوتكم من قبل الحبيب الجملي هي دعوة فولكلورية والمشاورات معاكم في حذ ذاتها مجرد فولكلور يعني مثلا غير جدية مش ممكن تنفع البلاد وتقدم بالبلاد يبدو من وقتها انقطعت حبال الود بينكم بين حبيب الجملي أنا معاك أنا السيد العذاري انقولوا احنا فولكلوريين وانت تبرك الله عليك اش عملت تسعة سنين غات تعالق الله احنا ما هدرناش المال العام انت ش عملت انا نسلك انت واش تسلك ربي المليارات وانمشات انا فولكلوري امنت تبرك الله المخ ما لا وهو 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 الاداب هوا خلاق ايه الخلاق المسلمين احنا كنمشوا قابلوا رئيس دولة ونعطوها ارانة تسمو فولكلوريين يا اخوية انتم مقومش سمحني انتم مقومش فولكلوريين اطان شوفوا المنش فولكلوريين اول جنب يش بشتعلم مع الشعبات اصبحتوا غير معنيين بالمشاركة في الحكومة رسميا وحكينا معاه يعني رو شوف التصريح هذه العشوائية ما تجاهاش يعني انت تعمل في تصريح من هذا النوع فولكلوري يا اخوية ساي نعطيك حاج انا هذا الساي اعمل معاي لقاء صحفي مباشر خلتها صبع التوانس خلتها نشوفه ونخرجه شكون فولكلوري انت ولا شيء جزي تدعو الزياد العذيري لمناظرة اذاعية وتلفزية خاصة في صندوق الزكاة نعم ادعوه مناظرة تلفزية في الوطنية ولا حط فيها اقوى معتها اقوى القانوية تمتعنا في البلاد وبين لولتوانسة هل احنا فولكلوريين ولا قلبنا ينبض نبض الشارع التونسي حزب الرحمة سيشارك في الحكومة نعم ام لا سعيد جزي لا ادري المجالات مفتوحة رزلتوا متمسكين بحقيبة الصحة مش متمسكين احنا اقترحنا احنا اقترحنا مش متمسكين بها ايمان لبجاوي مرشحكم لهذه الحقيبة نعم دكتور ايمان لبجاوي بشكل رسمي هذا قدمته سيفي بي هو هو برشك قدمنا السيفي وتحدث معاهم صور صور وقتلي السيد دكتور ايمان لبجاوي وقتلي بدي يحكي على ميدان الصح مع المستشارين هذو ما اللي لهين بالدوسية كلمة ميقولهاش كلمة للمستشار ميقولهاش راوكي نحكم معه بالساعة ونص وكلمة ميقولهاش يعني راول يتكلم وقايم على هذا الامر سعيد الجزيرة نجم يكون وزير في الحكومة القادمة لا عليش انا رافض انا نايب انا نايب موجود انا نايب في البرلم يزمن عارض اشنا عارض نعارض الشيء اللي بش يضر الشعب ونوافق على الشيء اللي ينفع الشعب ودليل وقتلي عملوا لجنة تقصي حقائق في حديث عمدون وافقنا علىها علش وافقنا علىها اللي مش تنفع شعبنا اسمع كل مشروع قانون كل فكرة تنفع شعبنا نحن نضربه عليه وندافو عليه حاجة تضرب شعبنا والجباية لا هل يطالب سعيد الجزيري رئيس الجمهورية قيس سعيد بحسم ملف جوازات السفارة الديبلوماسية بالنسبة للنواب والله قضية جوازات السفارة الديبلوماسية يعني اليوم دخلنا نواب الشعب تحت ضغط السفارات اللي هذي حبي يسافر يقول لك اخونا نمشي للباريز نعمل شوبينج ولا نمشي من عرش نيويورك نمشي نعمل حاجة وكذا ماذا بي نمشي اشي يعمل احنا وقفنا ضد مثال اي مشروع قانون طاعة فرنسا طاعة كذا في البرلمان احنا فرنسا تسدلك الفرنسا غادي في السفارات والسفارات كلهم يعملون نفس الشي اشي يولي يولي الولي النايب تحت ضغط السفارات اشي يولي بيعوا يشري معهم اتولي اذاك انتوا معتونا يمثل شعب بيش يمشي دي الصف على سفارة باش يمشي ياخذ فيزا باش لان الباسبور متاعه واخذ احنا نطلبوا وقت احنا نطلبوا باسبور نيولي معتبر والشعب التونسي كله ينحيون على فيزات لكن احنا شعب ماكل العصا ونواب شعب زي نوكلوه العصا ويمشي ينبطح قدام السفارة الفرنساوية ويعتوك وإلا يمنعوك فمش كوني قلت في البلاد هذا الانسان هو فيه وخلي نواب الشعب ينبطحوا وخلي نواب الشعب لانه شوف رد بالك لو تضرب نائب شعب ضربت الشعب لو اهنت نائب شعب اهنت الشعب لانه نائب شعب يحكي باسم شعب يحكي باسم شعب ويدو قوية انا قدوا حاكي مش طالبوا لك بالبيترون طالبوا لك بالفصفات وانا وانا يدي معبية لكن عندي حزب الرحمة موجود في باريس يزبني نمشي لانا ما عاش عنا حق نخدموا الدوائر خارج تونس نو لنخدموا كان الدوائر الموجودة في بلادنا 24 ولاية وارفع عيدك والدوائر الخارجية ما عاش تدخل لانا ما نجموش نصلولها ونكونوا عقلينين لكن حاجة حاجة من الذكاء السياسي يا رئيس الدولة من اللي ادخلت اليوم الناس هذا ما عملتوا ولا شي شنو اللي عملتوا كلمت عملتنا شوية جرون للبرلمات قايسي سعيد ما شفنائش فما حاجة القفة نقصد حاجة صرت حاجة صرت ضجة ما شفناه النواب الشعب نوقفوا عليهم الباسبورات وقفوا عليهم الباسبورات لكن مش من الذكاء السياسي ما يقول لك سحافوا تستغلوهم في اشياء غير مشروعة مثلا انت ممنوع من دخول كندا تولي تتقوى على كندا بيش تدخل لها بيجوز سفر يعني صح حرقك الحليب انت على كندا فما نواب متهمين بالفساد فما نواب مهاربين المتهم بالفساد وقفوا والسراق وقفوا والكناتري وقفوا والقانون يسرع الناس كل وحنا معاك اي انسان مفسد أنا مش كناتري أنا حامل الكتاب الله انت ممنوع من دخول بلد شريكة أنا مظلوم أنا لو كان شكرا عندي مشكلة معك أنا راح في الحد من الحبس طردوني قالوا لي انت أفكارك أزعجت نبيها فخرجت ودفعت على النبي صلى الله عليه وسلم في مظاهرة وقتل سبه النبي صلى الله عليه وسلم في الدنمارك في الطريقة هذه اليوم أنا عني لكن اليوم انت حرقك الحليب على الكندا انت كان رئيس دولة اسمعني بشوي كان رئيس دولة تونسي حرقك الحليب على الكنديين ما تعطيش الباسبورات وضح أمنع الناس الباسبورات شكرا من الحنكة السياسية أن لا تدخل في تضارب مع السلطة التشريعية شكرا هذا السياسة اللي وجعلها في بلاد شكرا سيد الجزيري عضو مجلس نواب شعب ورئيس حزب الرحمة على حضورك معنا على كل هذه الإفادات والتوضيحات ونسعد دائما باستضافتك معنا في برنامج هنا تونس عزيز المستمعين هكذا يكون وصلنا لختمة هذا العدد من برنامج هنا تونس إن شاء الله الموعد يجدد كل عادة يوم الأثنين المقبل في الختام محمد اليوسفي وكامل الفريق سلم عليكم يقولوكم إن شاء الله تونس شكرا